قراءة الفاتحة تعتبر من مسألة الخلاف الكبرى بين الفقهاء والراجح عندنا مختاره في الجملة شيخ رسول بن تيمية رحمه الله تعالى أنها واجبة أنها ركن على الإمام والمنفرد ركن وأنها واجبة وجوباً اصطلاحياً على المأموم في الصلاة السرية والركعات السرية وأنها لا تجب على المأموم في الصلاة الجهرية ولا في الركعات الجهرية هذا خلاصة بحث ودراسة لسنوات طويلة هذا الذي انتهيت إليه وهو أرجح الأقوال والمسألة فيها خلافه فيه كتب بالعشرات وبعض هذه المؤلفات على أربعمائة صفحة وخمسمائة صفحة على كل حال هذا أحسن الأقوال وليس هذا موضع الكلام على أدلته ومناقشتها فمن ترك قراءة الفاتحة عمداً في الصلاة السرية بطلت صلاته ومن تركها سهواً تحملها عنه الإمام إلا أن يكون مسبوقاً فإن كان قد فاته ركع فأكثر فيجب عليه أن يسجد للسهو كما لو ترك أي واجب من الواجبات هذا خلاصة الكلام في قراءة الفاتحة ترجمة نانسي قنقر